رحمة الله وبركاته أول تعليق من الزمالك على ألان الفيفا إيقاف نادي الزمالك رسمياً ثلاثة فترات قيد الزمالك لا نتعجل حل أزمة القيد واحتفال مصطفى شلبي موجه لمجلس الزمالك والشيكابالا في أول تعليق الرسمي من نادي الزمالك على ألان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف قيد الزمالك رسمياً وبسبب ملف المعربي خالد بطيب لعب الفريق السابق ومستحقاته المتأخرة تم إيقاف قيد الزمالك لثلاثة فترات ليعلق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على هذا الأمر أكد أن أزمة القيد متوقفة على حل الأزمة ودياً مع اللعب وبالتالي عندما يتم حل الأمر سيتم رفع إيقاف القيد وأشعر إلى أن هناك مفاوضات تجري الآن مع اللاعب ومحامي لحل الأمر بصورة ودياً وجد ولت المستحقات المتأخرة على النادي وفور الوصول إلى حل ودي مع اللاعب سيتم حل الأزمة بصورة مباشرة مشيراً إلى أن الوقت ما زال متاح أمام الزمالك لحل الأزمة وفيفا يدرج الزمالك على القائمة السوداء كشف الاتحاد الدولي عن إيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاثة فترات ودرج الاتحاد الدولي اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد حيث يقوم فيفا بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع كان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن طلقه خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بإيقاف القيد بسبب غرامة خالد بوطيب وقد قدم خالد بوطيب شكوى ضد نادي الزمالك منذ عام 2020 بسبب عدم حصوله على مستحقاته والتي تقدر بمليون وتسعمائة ألف دولار بالإضافة إلى خمسمائة ألف دولار فوائد وكان خالد بوطيب قد انضم لنادي الزمالك في 2019 قادما من نادي مالاتيا سبوري التركي قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض في شهر يناير 2020 بعد فسخة عقده من جانب النادي وشارك بوطيب في 24 مباراة مع نادي الزمالك وقتها وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين وتوجه بوطيب بلقب كأسة الكوفيدرولية مع نادي الزمالك عام 2019 على حساب نادي لغضة بركان المغربي الزمالك لا نتعجل في حل أزمة القيد احتفال مصطفى شلبي موجه المجلس الإدارة واشيكابالا قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لا يوجد استعجال في حل أزمة إيقاف القيد وكان الاتحاد الدولي لقرة القدم قرر إيقاف قيد الزمالك بسبب أزمة اللاعب وأضف سالم في تصريحاته لا نتعجل لأن أول فترة قيد ستكون بعد انتهاء الدوري وأعتقد أن البطولة لن تنتهي قبل شهر أغسطس المقبل أمامنا ثلاثة أشهر للتفاوض على غرامة خالد بوطيب وأكد أحمد سالم خلال تصريحته أنه من استطاع حل أزمة إيقاف القيد في المرة السابقة قادر على تكرار فعلته مرة أخرى وتابع لا يتم توقيع قوبة على مصطفى شلبي هو لاعب محترم جدا ومهزب جدا وتعرض لضغوط شديدة جدا في الفترة الماضية لأنه كان مصابا ولم يستعيد مستوى هذا بجانب أن الهدف الذي سجله غاليا في مباراة دريمز فهو كان يحتفل بتسجيله للهدف ويوجد فيديو تم نشره على السوشيال ميديا يظهر أن شلبي كان يتجه للمدرج المتواجد فيه رئيس النادي وحسام المندوه ومحمود شيكابالا كان يحييهم ويخبط على سيدريك أنه يقول لازمالك في قلبي هذا المقصود من الإشارة وتم أنه لا توجد أي إشارة خارجة وكل ما يقال كلام سوشيال ميديا ليس له أي علاقة بالواقع ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة بيركان المغربي في نهاء الكونفدرالية يومي 12 و19 مايو المقبل بعد تخطي عقبة دريمز الغني يا أخوانا موضوع مصطفى شلبي زاد عن حده السوشيال ميديا دي سوشيال ميديا الأهلي مش الزمالك هما ما هنش عليهم يهنوهم ولا يسيبوهم في حالهم نروح لمين؟ نروح لمصطفى شلبي اللي جاب الهدف القاتل اللي منع كل أمال لدريمز إن هو يعمل أي حاجة مصطفى شلبي جاب الهدف واتجه إلى المدرجات وتحديدا المكان اللي موجود فيه مجلس الإدارة وموجود فيه شيكابالا هيروح يعمل لمجلس الإدارة وشيكابالا إيه شعر خارجة؟ اتقل لا مش كده يعني يوم تتكلموا تتكلموا حتى بعقل يعني مش عايزين تهنو مش عايزين تحتفلو بلاش تدينو ناس مصطفى شلبي لعب محترم كل لعيبة الزمالك لعيبة محترمة مفيش حد عمل فيهم زي قهربة وغير 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 إشارات فاضحة ومحدش تكلموا ولا حد أعقبهم ولا حد علق حتى لكن لما نيجي عند الزمالك بيفوز بسلسية قاتلة تقسم وسطهم إزاي بقى نعمل كده لازم نطلع لهم أي حاجة تنغص عليهم حياتهم وتعكن على اللعيبة وعلى الجمهور ومش بعيد إن تكون مشكلة خالد بطيب اللي كل شوية تيجي بعد كل فوز إن يكون وراها ناس تانية ناس ما بتحبش الخير للزمالك والزمالك عمره ما تكسب إلا وبنلاقي في مشاكل تيجي بعد المكسب حد شاف شبير ولا زاهر ولا غيره ولا غيره بيهني نادي الزمالك من قلبه لا الكل بتكلم عن مصطفى شلبي تحديدا إخوانا تقول له عيب كده عيب لما يبقى نادي عظيم أعظم نادي في القرى الأفريقية ويتعامل فيه كده على حساب نادي تاني مهلهل نادي بيكسب بالحكام نادي بيكسب بمنظومة فزدة عيب ده إحنا بنشرف اسمه مصر الزمالك هنعمل إيه بقى إن شاء الله بإذن الله الأيام اللي جاية تكون أحسن وأحسن وأحسن ونادي الزمالك رغم عن أنف الجميع أقصر نادي تتويجا في القرن العشرين بشهادة الجميع في الخارج وفي الداخل تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم تحية كبيرة لجمهوره المحترم ولعبته المحترمة